صديقاتي أصدقائي الكرام رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير الحقيقة بهالأيام مباركة حبيت وصل ابتهال بتمنى يوصل بسلاسة وبحب إلى كل شخص يسمعني ويشوفني يقول فيها يا رب أعطني قلبا كبيرا يتسع لي كل الناس الصغير قبل الكبير الضعيف قبل القوي المحروم قبل القبيل يا رب أعطني ذاكرتين ذاكرة ضعيفة تنسى الإساءة وذاكرة قوية تذكر الإحسان يا رب علمني كيف أعفو ولا تعلمني كيف أنتقم يا رب أعطني ابتسامة لا تغيب فالوجه الضاحك يفتح أبواب الدنيا في وجوه الناس والوجه المتجهم يغلق الأبواب في وجوه الناس يا رب أعطني لسانا يحمل الكلمة الطيبة وليكون منديلا يجفف وجوه الناس والومرهما يخفف الجروح وبلسما يشفي الآلام يا رب أعطني قلما حرا لا يخاف الأقوياء ويخاف الله ولا يهتز أمام الظالمين بل يتحول إلى سيف أدافع به عن المظلومين لا تجعله يمشي وراء المواكب وإنما اجعله يتقدم معارك الحرية يا رب أعطني أصدقاء يواجهوني بأخطائي ولا تعطين أصدقاء يتملقونني ويدافعون عن أغلاطي ويبررون إساءاتي نجد في هذه الحياة نحن في هذه الحياة لا نستطيع أن نمشي وحدنا بغير أصدقاء إنهم العمود الفقري لظهورنا والدروع لصدورنا وقناديلنا إذا انتشر حولنا الظلام يا رب لقد علمتني الأيام أن الصديق الحقيقي أكثر فائدة من الرصيد في المصارف الرصيد تستطيع تنفقه في ليلة واحدة لكن الصديق الحقيقي يبقى معك العمر كله يا رب أخيرا املأ قلبي بالإيمان فالإيمان يقويني فلا أضعف ويسعدني فلا أشقى ويجعلني أحب الحياة أكثر فأكثر وأحب الدنيا أكثر فأكثر وأحب البشرة أكثر فأكثر إن شاء الله تكون رسالتي وصلت بطريقة حلوي رمضان كريم جديد وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر